في الأثناء كشف مصدر مطلع لقناة الحدث أن صفقة مشبهة تقف وراء مسألة اختلاف التوقيت في لبنان مضيفا أنه تم تمرير صفقة لسيارات مسؤولين لبنانيين خلال ضجيج التوقيتين فقد جرى تعديل خاص للدولار الجمركي للسيارات على أساس 8000 ليرة بدل 45000 المعمول بها حاليا وأوضح المصدر أن قانون الموازن الأخير حدد مبلغ 8000 ليرة لجمارك السيارات المستوردة وأبقى العمل بهذا القرار حتى الأول من فبراير الماضي على أن يعدل المبلغ بعد هذا التاريخ ليصبح 45000 وأشار المصدر إلى تعديل القرار بحيث تم تمديد العمل به من 1 فبراير إلى 1 آذار شريطة أن تكون السيارات قد شحنت قبل الأول من مارس بغض النظر عن تاريخ دخولها الحرم الجمركي غير أن اللافتة بقرار التمديد ووفقا للمصدر بأنه اتخذ يوم الجمعة الماضي اتخذ أي في نفس اليوم الذي قررت فيه الحكومة تأخير اعتماد التوقيت الصيفي وهو ما لم تنفه مصادر الجمارك ترجمة نانسي قنقر